مساء الخير ليلة ليلة فرح أمين أمين هتكلم مع حضراتكم عن واقع ومشاكل كتير قوي ناس عايشة فيها ومشاكل متنوعة ومتعددة ومختلفة بس أنا مش عارف مشكلتك إيه النهاردة ولا حد في وسطينا يعرف إيه مشكلتك لكن أعرف حاجة واحدة إن فيه رب عظيم عارف مشكلتك وعنده الحل ليها كما أحد يقول له أمين أمين بصل اللي جانبك وقل له مشكلتك ليلة لها حل عند يسوع المسيح مصدق؟ أو مصدق إرفع عيدك مصدق يلا ندي تحية كبيرة لرب المجد اللي قادر على كل شيء هاللويا 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 ليك المجد يا رب ليك المجد يا رب أنا عارفك جاي أنا عارفك جاي والبسمة نار مطرومة وفي جيبك لفة سجاير فها كل سجارة ملغومة وموبايلك صحبك به طاير فيه كل صرارك منظومة ودرستك ودرستك فيها متعصر ودمعة في عينك مكتومة وشغلك دايما بيخصر وديون على قلبك مكتومة بمشاكل البيت متأثر وحياة قليمة محتومة مسيحي بالإسم ومتنصر ومشر حياتك مهدومة أجذب عليك أجذب عليك لو قلت في يوم زمان يا صحبي ونفسنك أجذب عليك لو قلت في يوم زمان يا صحبي ونفسنك ما عملت الشر في ساعة من يوم ولا كنت في يوم أحسن منك ويا مليالي طر من النوم وحملت أكبر من همك ويا مليالي طر من النوم وحملت أكبر من همك خدها نصيحة من واحد اليوم في سن باباك أو عمك يا ابن الغالي يا ابن الغالي لازم أقولك إبليس كذاب بده يزلك مرة بشهوة ييجي يغرك لكن هدفه الأصل يضلك أما المسيح أما المسيح من قبل ألفين سنة أما المسيح من قبل ألفين سنة نزل عشانك للأرض هنا حمل زنبك وزنبي أنا ومات بديل عننا كلنا وأم الموت وصعد للسماء وجاي قريب تاني هنا لما ييجي دلوقتي يا طرها هتكون في جهنم ولا في السماء بروحوا بروحوا في وسطنا هنا موجود بروحوا في وسطنا هنا موجود وفي غفران وما لهش حدود يغفر كل خطايا الماضي ويفتح أي باب مسدود تعالى تعالى يا صاحبك فايا حرمان ليحاسس إنك مرفوض تعالى يا صاحبك فايا حرمان ليحاسس إنك مرفوض حط مشاكلك والأحزان والعقبات وكل زدود وعبارة قالها البابا زمان اتطم من ربنا موجود ويلا ده إبل اللص زمان مستنيك بس أنت تعود وفتح لك حضنه يا تعبان اوعى تكون على غيره مسنود اوعى تكون على غيره مسنود شكرا